ما هو مشروع الألف مبرمج وما هي الفائدة التي سيقدمها هذا المشروع وكم عدد طلاب المستفيدين حتى الآن كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا من برنامجكم حوارات التعليم تابعونا هذا البرنامج برعاية من أحد المشاريع الرائدة في المناطق المحررة والتي تقدم فائدة للمجتمع هو مشروع الألف مبرمج التي أطلقته مؤسسة مداد تعليم بلا حدود والهدف منه تدريب الطلاب الجامعين ليكونوا مبرمجين في المستقبل ما هو وما هي التفاصيل هذا المشروع للحديث والحوار حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في استوديو الأستاذ عبد المهيمن الإسماعيل مدير البرنامج التدريبي في مشروع الألف مبرمج أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد المهيمن وأيضا الأستاذ عبدالله الحايق منسق المشاريع في مؤسسة التعليم بلا حدود مداد أهلا وسهلا بكم أستاذ عبدالله ضيوفي الأعزاء سنشاهد الاستطلاع الذي عده فريق البرنامج ثم نعود للحوار صراحة لو فكناك بشكل منطقي يعني اللي صاير عندنا نحن أنه بحكم طلاب جامعين والجامعة الفكرة منها الأساسية تحطيك علم ولكن هذا العلم بذل ناقص جزء وهذا الجزء هو أنه أنت فعلا تندمج بسوق العمل أو خلنا نقول تأخذ معلومات لتدمجك بسوق العمل فمشروع للمبرمج هو إجا مشروع مكمل أنت طالب مجال اختصاصي ممكن معلوماتي ممكن يكون معهد حاسوب أو أي شيء لمن اختصاص التكنولوجيا فمشروع للمبرمج هو كامل هذه المعلومات لعندك ودمجك بسوق العمل صراحة مشروع للمبرمج اللي أطلقته ميدات تعليم بلا حدود كان المشروع الأكثر أثر له في شمال سوري المحرر حيث عطل الطلاب أثر كبير بين السوق العمل والحياة الأكاديمية وكان فيه كتير مصطلحات وأمور تقنية كطلاب هندسي غافرين عنها مشروع ناجح جدا بنظري أولا عم يقدمنا نحن فرص كطلاب الهندسي المعلوماتي فرص عمال ثانيا الجانب الثاني اللي كتير عالم عم تغفل عنه أنه نحن انتقلنا من مرحلة المستهلك لنصدر برامج فأولا نحن نستفاد كمصدر دخل بما أنه نحن طلاب ثانيا الأمر الثاني نحن نصدر برامج للخارج فنحن نحصل على العمل الصعب مشروع رائع جدا يعني عطى فرصة وعطى أمكاني للطلاب في كليت الهندسي المعلوماتي أو طلاب الحابين يشتغلوا بمجال الهندسي المعلوماتي بمجال تكنولوجيا المعلومات البرمجية فرصة حتى أنه يشتغلوا بسوق العمل دقيقة مشروع جيد جدا وفر لطلاب الهندسي المعلوماتي قدر على الدخول في سوق العمل لأنه يعني بالهندسي المعلوماتي بيعطوا مثلا مواد نظري كتير عرفت وبيعطوا يعني تخصصات كتير فهذا المشروع متخصص يعني مسار واحد بمكن طالي من دخول في سوق العمل أهلا وسهلا بكم ضيوفي على عزاء من الجديد ما شاء الله يعني سنبدأ معك أستاذ عبدالله توافق يعني جميع الطلاب بشكل عام عن أن المشروع مفيد ويقدم فائدة يعني عملية للطلاب من أين جاءت فكرة مشروع الألف مبرمج وكيف يعني انطلقت هذه الفكرة بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله أستاذ يا سيرو مشكورين على الاستبافة حقيقة أن انطلقت فكرة مشروع الألف مبرمج من رؤية مؤسسة ميداد بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة في المنطقة المحررة واللا مستقرة في المنطقة كان لابد من أطلاق مشروع مثل هذا النوع مشروع الألف مبرمج لتوجيه الشباب والشابات لسوق العمل العالمي طبعا المشروع الألف مبرمج مرتبط بشكل أساسي في العمل البرمجي وعمليات البرمجية لكن فينا نحن نأكد على نقطة أنه السوق العمل العالمي ليس مرتبط بشكل مباشر في العمل البرمج تحديدا مع العلم أنه في العديد من الدول طبعا نحن بالاستيناد لتجارب مشابهة مثل عنا بالهند فيه الآلاف والملايين من الشباب والشابات اللي بيشتغلوا عن بعد وقالهم دور كبير في تحسين الاقتصاد المحلي في الدولة طبعا نحن إلى حد اللحظة وصلنا لنتائج جيدة في المشروع ونقبل إن شاء الله لمستقبل أفضل من خلال المشروع بإذن الله إن شاء الله يعني هو محاولة إيجاد فرص عمل خارج حدود المناطق المحلي راضي الشباب نعم نعم شكرا لكم سناد تقلل الأستاذ عبد المهيمن أستاذ عبد المهيمن حضرتك القائم أو مدير البرنامج ما هو البرنامج وكيف يتدرب الطلاب في هذا البرنامج حياك الله أستاذ الله بارك فيكم شكرا كثيرا على الإستضافة وإن شاء الله تعالى تكون نقدر نرد على بعض التساؤلات الممكن يسألوها بعض الطلاب في هذا الخصوص حلق نحن البرنامج تدريبه بشكل عام بيبدأ من مرحلة استقبال المتدربين للمرحلة خلينا نقول مرحلة التخرج للمتدربين مرحلة من استقبال المتدربين في المرحل الحالي طبعا هو مر المشروع في أكتر من نقطة يعني طورنا الاستراتيجية اللي نشغل فيها والحمد للأربع عامين المرحلة الحالي هي مرحلة جيدة جدا من حيث خلينا نقول من مرحلة الاستقبال لمرحلة التخرج مرحلة استقبال المتدربين أول شغالين هل نطلق فورم على صفحة مؤسسة ميادة تعليم بلا حدود وممكن الطلاب يشتركوا في الصفحة بحيث ممكن يشوفوا الفورم لما نطلقه بعد من نطلق الفورم نحن نقوم بعملية منحدد المندي زمنية بعد منحدد المندي زمنية نقوم بفلترة البيانات من خلال البيانات اللي نزدت في الفورم طبعا في مجموعة من الأولويات ممكن نحكي عنها بعد شوي في عمليات خلينا نقول فلترة المتدربين بحيث نحن نختارهم وفق معايير معينة هذول الأشخاص يدخلوا معنا في كورس تمهيدة الكورس تمهيدة لأنه طبعا نحن نعتمد معيار المساواة بين الجميع الكورس تمهيدة هدفه أنه أنت ممكن تكون ضعيف في الجامعة لكن ممكن تثبت حالك حاليا يعني نحن مناحن نقول ناخد جيدين جدا مباشرة وكذا في بعض المعيار قليل جدا لكن الطالب إذا تحطه فرصة دخل الكورس تمهيدة بعد من ندخل الكورس تمهيدة هم تبقى تعب عليه يعني هو يجب أن يحقق لحاله فرصة إكمال الكورس للنهاية طبعا الكورس هون نحن قصنا مسار التدريب بشكل كامل بعدما يدخل المتدرب في عنده وظيفتين يعني ما يكون عمليين مرهقة جدا وظيفتين بالإضافة لعدد جلسات تدريبية كل أسبوع ممكن جلستين أو ثلاثة الجلسة مدتها تقريبا ساعتين ممكن أكثر بشوي بعد ما يخلص الكورس التمهيدة في اختبار بعد الاختبار هون نحن منشوف هل هذا الطالب بيقدر يكمل معنا إلا ما بيقدر يكمل معنا إذا بيقدر يكمل نحن ننقله للمرحلة التالية المرحلة التالية هي هم قد يدخل في منحلة التدريب الشامل طبعا فكرة نحن نقول تدريب ما بمقصنا مثلا تدريب عشرين ساعة ولا ثلاثين ساعة الياخرية التدريب هو يعني يكون مدى تقريبا تسع شهور عشر شهور راح نحن بتصل لبعض التدريبات هو عبارة عن مسار تدريبة شامل مجموعة من التدريبات الجزئية كل تدريب جزئية فيه له اختبار في نهايته فيه له وظائف فيه له مشروع فيه له حضور كل هدول الأمور نحن بتكون متابعة على الطالب من لحظة دخول كل تدريب لها لحظة نهايته لها لحظة نتائجه للمرحلة النهائية بالإضافة في المرحلة النهائية بيكون فيه عنده اختبار نهائي بالإضافة فيه عنده أيضا فيه عنده مشروع نهائي عادك عن متما ذكرت لك المشاريع هاي بيكون نحن نتهايلا وصلنا لمرحلة انه الطالب خلاص هو اما انجز وتخرج او ممكن يرسب الطالب يعني ما هو شرط انه الطالب فعليا هو الطالب كأنه حصل على شهادة اجتياز فعلية لانه تدريبات الاختبارات هي اختبارات فيزيائية حقيقية والوظيف المشاريع من ناقش فيها الطلاب في جلسات حية كل طالب من ناقشه ونتأكد انه فعلا اقرب لدبلوم صحيح اقرب لدبلوم مع القيمة انه فعليا هو مرحلة ربط خبرات ربط معلومات اخذ الطالب ممكن في حياته الجامعية بحيث هاي المعلومات كلها تاني نقدر نربطه اياها لا يقدر فعلا يطلع في معرفة تأهله انه فعلا يشتغل ضمن الشركة في شغل العمل نعم استاذ عبد المهيمين ما هي المواد التي يحصل عليها الطالب وما المواد العلمية التي يحصل عليها الطالب في التدريب الطالب لما يدرس في الجامعة يدرس مواد نظرية وعملية بالشقين النظرية والعملية انا لفت نظرية استطلاع الرأي لقدموا الطلاب وكلام كان جدا جميل انه ما انكروا دور الجامعة انا بشوف بعض الطلاب تنكر دور الجامعة حيما تقول لك انه تدريب او كذا الى اخر انه الجامعة فعلا فيها اساس الطالب لازم ياخدوا الطالب هلأ هم ننتقل للمرحلة رحلة ربط الخبرات الربط الخبرات هو الجزء المكامل عندنا في المشروع الجزء المكامل عندنا في المشروع بعض الطلاب احيانا في الجامعة بيكون متعثر خصيصا في السنة الاولى والسنة التانية اساس والبرمجة بيكون ضعيف فنحن بنحاول ان كله اساسيات البرمجة وانا قصدي هون اساسيات المرمجة ما قصدي حلقات وشروط وتوابع نحن بنعطيه كامل الاساسيات انه فعلا ينتقل لفريمورك اهله انه يستغل ضمن الشركة يعني فالاساس هو الاساس المتين ندخل بقى في المرحلة البعدة حسب المسار التدريبه اللي بيدخلوه هلأ غرفت انتباه ان احد الاشخاص ذكر انه المسار تدريبه واحد لا نحن ما اننا مسار تدريبه واحد في عنا اكثر من مسار تدريبه واطلقنا على صفحة بعض التفاصيل عنه تخصصات تخصصات صحيح كل تخصص هو مسار وضمنه فيه مجموعة التدريبات مثلا عندك اساسيات البرمجي ادوات بيب الاساسي ان كان اجتماع سجافة سكريبتي لاخرية بوستراب جي كويري فيه عندك مثلا الجزء الفرونت اند وجزء الباك اند بالاضافة لجزء الديتابيز بالاضافة لتدريبات المكمنة او الورشات التدريبية اللي بياخدها المتدرب نعم ما هي الاختصاصات اللي يمكن ان يحصل لها الطالب بشكل عام حلق المسار التدريبي فيه اكتر من مسار تدريبه طرحناه من البداية لحد الان فرضا عندك المسار الاول فولستاك بيسموله مطور ويب الشامل فولستاك ويب ديفلوبمنت فيه عندنا اكتر المسارين عابين طلبوا في سوق العمل يعني احنا ما عم نطلق مسار ما عم نطلق المسار عبثا اعنا اكيد نحنا عم نشوف الشركات عش عم تطلب وعم نحاول من خلال طالب الشركات الشيء المطلوب في سوق العمل عم نقهل هدول الاشخاص بناء انا عليه فنحن لدينا مسار الأول مسار مطور الويب الشامل ASP.NET Core مع Angular المسار الثاني هو كمان مطور الويب الشامل لرفل مع React.js المسار الثالث كمان هو عندك لرفل مع Mobile Application طبعاً نحن قتحنا للأشخاص من التدريبات الأخرى أنه يدخل في Mobile Application باعتبار جزء الback-end مختلف جزئي عن جزء ال Mobile Application فهو يلزمه جزئية تسمى ال-API هذه الجزئية في أي تقنيب يقدريني يشتغلها فلا فيه إشكال في هذا الجزء بالإضافة طبعاً أطلقنا مهما نقول مسار تدريبه بعض التدريبات تكون أحياناً جزئية مثلاً أطلقنا التدريب في موضوع Cyber Security والأمن الرقمي الأمن الرقمي صحيح وهذا اللي دفعته انت خرجت وفيه من هن شباب الحمد لله ربعا عمين ذنبوا التدريب وأنهو وفيه عندنا تدريب حالي تطوير الألعاب وفيه حتى كان فيه جزء تطوير الألعاب وجزء فيه بتعلق فيه شيء اسمه Virtual Reality الواقع الافتراضي إلى آخر طبعاً تدريب لسمنتها والتدريب هي تدريب يعني عبد الربوم هن شباب بيشغالين في شركي في هذا المجال نفسه إن شاء الله الله حتكم عزيزي يا رب سنتوقف لفاصل قصير ثم نعود للحديث أكثر عزيزينا المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم ضيوفي الأعزاء الأستاذ عبد المهيمن الإسماعيل مدير البرنامج التدريبي في مشروع الألف مبرمج والأستاذ عبد الله الحاية منسق المشاريع في مؤسس التعليم بلا حدود ميداد أستاذ عبد الله تحدثنا في بداية الحلقة أن الهدف من هذا المشروع وأطلاقه هو تأمين فرص عمل أونلاين عن بعد للطلاب ومتخرجين المشروع ولكن كل فرد يحتاج إلى مهارات شخصية غير مهارات الأساسية البرمجة مثلاً من تسويق لنفسه من سيرة الذاتية إلى آخره هل هناك تدريبات أخرى تساعد الطلاب في هذا الأمر؟ حياك الله أستاذ ياسير حقيقةً نحن بطبيعة المنطقة المغلقة المنطقة المحررة كثير من الشباب وكثير من الطلاب يكتسبوا المهارات الصلبة اللي حكي عنا الأستاذ عبد المهيم اللي هي القدرات البرمجية والقدرات التصميمية بأنه يقدر يشتغل لكن في عنا جزئية اللي حضرتك عم تسأل عنها هي جزئية التسويق والمهارات الناعمة اللي ممكن من خلال الشخص يصل لسوق العمل ويحصل على عمل مثل موضوع التعامل أو الإعداد السيارة الزاتية التعامل ومقابلات العمل لينكيد إن وأهمها اللغة الإنجليزية اليوم أنا مجرد ما حكيت عن التوجه لسوق العمل العالمي عم أحكي عن لغة إنجليزية اللغة العالمية فطبعاً بكل تأكيد فيه تدريبات موازية لتدريبات البرمجية اللي بيتم بضمن المشروع تدريبات لغة إنجليزية ورش في إعداد الحسابات لينكيد إن لكل طالب بيطالبه وبتم مناقشة الطلاب بكل شخص بحسابه إضافة لأعداد السيارة الزاتية اللي هي ضرورية جداً بأن تكون بالمعيار العالمي المتعرف عليه عالمياً لحتى يقدر الشخص لحتى يقدر يوصل لمقابلة العمل ثم التعامل مع مقابلة العمل والاجتياز إن شاء الله فكامل المهارات الناعمة اللي بيتطلب أي مبرمج أو أي شخص رحيماً عن بعد عم يتم العمل عليها وحقيقةً الهدف أنه نوصل لوتيرة أعلى من هالناحية يعني إلى الآن ما وصلنا للشكل المطلوب لكن المستقبل إن شاء الله نوصل لشكل أفضل من هذه التدريبات بإذن الله إن شاء الله ولكن أيضاً هناك صراحة ضعف في السوق المحلي في موضوع التقبل موضوع التصاميم مثلاً يعني أحد أحد الشركات تقول أنا لا يلزمني مثلاً تصميم موقع خاص بالشركة وإلى آخر كيف يعني تعالجون هذا الأمر مع الطلاب يعني هذه صراحة معضلة كانت سابقاً تواجه المصممين والآن تواجه المبرمج نعم نعم هلله هو التحدي الأول لأي شركة موجودة في المناطق المحررة ولأي فرد موجود في المناطق المحررة هو العولمة صار في أنهي عننا أنترنت صار منطقة مفتوحة لكن أونلاين فأنا كمبرمج ما عندي مشكلة أني أنا ما انطلب تصميم داخلي لكن انطلب تصميم خارجي فالمطلوب حالياً من صاحب الشركة أو صاحب المعمل اللي هو عنده مشكلة أساساً ما بيعرف أهمية التسويق هذا بتقصده ما بيعرف أهمية التسويق هو صفى فعلياً المشكلة عنده أنه هو لازم يتم توعيته تجاه هاي الأمور فأنا كمبرمج فرصي لأيته أنا كمصممين لأي شركة أفض فرصي لأيتها موجودة لكن حالياً فعلياً دور المنطقة بإنه هي تكون قادرة حتى نحن نوصل لما الحال نقدر فيها نصدر أساساً موادنا لازم يكون فيه تسويق بشكل جيد نعم نعم الله يعطيكم العافية سادة عبدالله سادة عبد المهيمن كم عدد الطلاب الذين أتموا المشروع والتدريبات في مشروع الألف مبرمج؟ لا باعتبار المشروع فخلينا نقول تقريباً صار له سنتين فأنت عندك العدد الطلاب الأجمالة خلينا هيك ممكن نذكر بعض الأرقام نعم عدد الطلاب الأجمال الذي دخل المشروع هو يتجاوز الخمسمائة طالب لكن تعرف أنت ما كل الطلاب تلتزين في التدريبات فيه طلاب ممكن يصير عندهم ظروف معينة مثلا ممكن ظروف قاهرة ما تخليك مثلاً يكمل التدريب في بعض الطلاب حقيقة وهان أنا بحبه وصلت لي سلية للطلاب بعض الطلاب بيفكر أنه أنا بسير عنده شغف أنه أنا بتخلي في مشروع الألف مبرمج مشروع الألف مبرمج هو مشروع جميل ومشروع ناجي وأنا من قلاله بقدر أحصل على فرصة طعمال إلى أخرين بعد ما يدخل في المشروع بيكتشف أنه المشروع يعني منه سهل يعني هو عب ياخد كمية معرفية كبيرة وكمية معلومات كبيرة كبيرة خلال فترة بالتوازن مع الجامعة وللأسف في بعضهم لسه بيكون عب يشتغل فبتلاقيه بعد ما بيدخل بيصير عنده تراكم 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 بتأدي فيه بعدين فلاش للتسرب فهون التدريب عاب يكون فيه عدد جلسات التدريب تميدي انا حكيت من شوي انه فيه جلستين اسبوعين او ثلاثة لا هون متى ما دخل في التدريب الاساسي عاب يكون عنده اربع جلسات اسبوعيا كل جلسة مدتها ساعتين انه فعليا انت بدك تحكي محاضرة الجامعة جلسة بتعدي المحاضرة ونصف فعليا كأنه داخل بالتوازن مع جامعة جامعة تانية فهم فيه جزا من الطلاب عاب يعاني واحيانا من مشكلة انه انا ما عاب يقدر يوازن بايني الجامعة وما بايني التدريب والاسف بيكون احيانا بيكون نسا عاب يشتغل شاري اضافيه ففي بعض الطلاب في بعض الطلاب بيتسربوا فالعدد دول اللي استقبالناه اصال اكتر من خمس مئن شخص لكن العدد هالق فعليا نحن بتدربه قرابة 300 ممكن نقلب 300 شوي الاشخاص اللي تخرجوا هالق حندا 40 هاد اسبوع الماضي نقشنا دفعه مشاريع دفعه دفعه للتدريب الخامس وفيه من فترة قبلها كمان نقشنا كمان دفعه للتدريب العدد تقريبا اللي تخرجوا صار اكتر من مئة طالب اللي تخرجوا الحندا 40 فيه كمان عدد توظف مما عن طريق مداد او عن طريق هو لحوله عنده علاقات او بحث على الانترنت الاخرية كمان هون بحب بصير رسالة للطلاب كلها ما تنتظر انت والله انا حتى ميداد تتأمل لي فرصة عمل انا للروح خلاص التحق في فرصة عمل بالعكس انت عندك كل الامكانيات واللوجيستيات انك تدور لحالك على فرصة عمل وممكن داخل الحالك تفتح باب طريق جديد للك حتى تساعد زملائك وتساعدنا نحن في ايجاد فرصة عمل للشباب الموجودين نعم المشروع هو عبارة عن دفعات من الطلاب صحيح كم عدد الطلاب في كل دفعة هلق عدد الطلاب تقريبا يكون خمسين متدرب نعم هل هي سنوية يعني كل سنة تفتح دفع كيف تكون لا عم نحاول يكون كل فترة مثلا في السنة ممكن يكون في دفع تاين بدل ما يكون في دفعة فممكن طالب ظروفه في الدفع الأولى ما كانت جيدة في الدفع بدي انتظر للدفعة الثانية حتى تصدر احيانا ممكن نفتح تدريب بيكون تدريب اساسيات البرمجة فهذا ممكن نحن ناخدهم للمتدربين نحطهم خلينا نقول على رتل يعني متى ما اجد دورهم ممكن ندخلهم في التدريبات نعم يعني كما ذكرت حضرتك يكون طالب في الجامعة ولديه يعني طبعا دراسة جامعية وضغط دراسة جامعية ويعني المشروع أو البرنامج التدريبي في مشروع الأجموبرمج هل هناك يعني وقت كافي للطلاب هل تم حساب وقت الطلاب بشكل كافي لتكون محاضرات المشروع الأجموبرمج هي بعيدة عن محاضرات الجامعة يعني في الوقت تمام هلأ خاموا في نقطة مهمة جدا نحن عندنا الخرجين هني الهون أولويق أولان واحدا لأنه إذا خريجه لا يعمل فهو بحاجة العمل صح وهو متفرر أنه يتعلم نعم فنحن ما نخبر الطالب أنه أنت في عندك فترة في عندك كمية ضغط جيء خليناك موجيدي كسيفي نعم فيه كمية ضغط لا بأس فيها والطلاب تعرف أنه المحاضر أحيانا تأخذ منه مراجعة ست ساعات فأنت عندك كمية ضغط لا بأس فيها فأنت إذا كنت ممكن تكون في مرحلة التخرج وبتعرف أنت على قصة الجامعة مقليل طالب يرسب ويرجع يدفع قصة أول وجديد أمر مرهق فنحن ما نخبر الطلاب أنه يا جماعة إذا أنت قادر أنك تلتحق في هاي الكسافة المعينة أهلا وسهلا نحن معنا أي اشكال إيه إذا ما أنا قادر لأ أنت يعني ممكن تتأجل للدفعة القادمة هاي بالنسبة لموضوع جزئية خلينا نقول المنهج العام منهج الجزئي ضمن اليوم مثلا ضمن المحاضرات نحن محاضرات نعم نخليها المساء عبتكون أونلاين طبعا أونلاين كتير فوائد ممكن في بعض الناس ما يفضل الأونلاين بس الأونلاين نحن هون فيه كان أكتر من فائدي ممكن نذكر لك إياها موضوع الأونلاين عاب يكون أول فائدي أنه عاب يكون فيه تشارك للطلاب من كل المناطق ما عاب يكون منطقة على حساب منطقة إلى خير أي شخص عنده كفاءة أو المؤهلات أنه يدخل في المشروع عم نقدر نحن نأخذه زائد بالإضافة لموضوع المحاضرات المسجلة هلأ قلمتكم محاضرة مسجلة طالب فيه يعمل توقيف وأكمال وتوقيف وأكمال ويقدر راجع المحاضر إلى آخر بهذا الخصوص فموضوع الزمن ما عاب يكون فيه تقاطع أبدا مع أوقات المحاضرات بين النهار مثلا والليل حتى منقدر أحيانا أوقات الاختبارات لما يكون فيه اختبارات بدل ما يكون فرضا أربع جلسات نسوي نتائج جلسات أحيانا جلستين إلى آخره طبعا عام نعاني من مشكلة مثلا كل جامعة أحيانا إلها توقيت امتحانات مختلفة عن الأخرى فبتلاقي أحيانا بجوز 8 شهرين مثلا فترة الاختبارات مخفف ضغط فهم يصير أحيانا ممكن يطول التدريب شوي على الطلاب فهون طبعا الطالب يعني المهتم أكيد ما رح يفرق معه هذا الأمر أنه إذا طالب تدريب أو قصر تقوموا بمرعاة وقت الطلاب بشكل كامل صحيح وأربع جلسات في أسبوع كيف تكون موزعة يعني بشكل يوم أي يوم لا في التدريب إما بيكون سبت تنين أربع جمعة أو أحيانا بيكون أحد ثلاثة خميش جمعة هل هناك حضور فيزيائي يحتاج الطالب إلى حضور فيزيائي جميع التدريب بشكل كامل هو أونلاين هلأ كامل التدريب أونلاين جربنا أول تدريب فيزيائي للغة الإنجليزية صراحة قلت لك أنه موضوع المشاركي بدي يصفح حصرا شخص يكون متوجد في مدينة عزاز لكن بالنسبة لتدريبات فكلها تكون هلأ أونلاين بالنسبة لموضوع الاختبارات الاختبارات عم تكون فيزيائية في مركز هون وفي مركز متوجد في إدلب قدر الممكن عم نحاول أنه يكون الاختبارات في المكانين بعض الأحيان عم نضطر طبعا نذكرها نحن للطلاب أنه تكون الاختبارات مثلا حصرا في مدينة عزاز طبعا الطالب ما رح يحتاج في السنة أكتر من أربع سفرات كحد أعظمة لمدينة عزاز نعم سأنتقل للأستاذ عبدالله أستاذ عبدالله يعني تدرب الطالب وتخرج من هذا التدريب هل تقدم مؤسسة ميداد جوائز للطلاب متفوقين هل تتابع الطلاب ما بعد التخرج تحاول تأمين فرص عمل لطلاب متخرجين هلا قوي بالرجوع للإستطلاع ممكن نحن نعتبر أنه الجائزة الأولى اللي بيحصل عليها الطالب هي الكمل العلمي اللي يعني يأخذه من خلال التدريب إضافة للفرصة المتاحة له ننتقل للفقرة الثانية اللي هي ما بعد التدريب ما بعد التدريب بالدفعات الأولى مؤسس ميداد ساعت بأنه يتقدم فرص عمل للطلاب المتفوقين كانوا بالمشروع ومستقبل إن شاء الله فيه مشروع بحيث يكون فيه موقع مسؤول تدخل داخله الشركات مثل اللينكديني يعني تدخل داخله الشركات وهو خاص في المشروع وخاص في المنطقة المحررة والطلاب بيرفعوا سيفياتهم عليه يقدرون من خلاله الشركة تلاقي الطالب والطالب يبحث عن الوظيفة كجائزة أو خلينا نقول كجوائز عامة نحن في عنا سنويا اعتمدناها يوم المبرمج السوري واحتفالية المبرمج السوري يتم بشهر إيلول يتم خلاله تكريم المتدربين كاملين اللي تم خلال السنة أو تخرجوا خلال السنة إضافة لعرض المشاريع أو أهم المشاريع اللي اشتغلوا الطلاب إضافة لعرض قصص النجاح كل طالب عنده ظروفه عنده الجامعة مثل ما ذكرنا تم عرض قصص النجاح وزيع الجوائز المتفوقين أيضا نعم شكرا لكم سأنتقل لأستاذ عبد المهيمن عبد المهيمن هناك سؤال صراحة يدور في ذهني هل الطالب بعد التخرج من هذا التدريب يكون قادر على برمجة مواقع ويب أو حتى ممكن ذكرت لنا مجال الألعاب والتطبيقات هل هو قادر على برمجة تطبيق بسيط أو لعبة بسيطة يتيحها للجمهور بالنسبة لتطوير تطبيقات اللي كان ويب أو موبايل أو لعبي إلى آخرين أنت عندك كل مشروع له حجم عندك مشروع حجم صغير مشروع حجم أكبر مجموع حجم أكبر إلى آخرين السفة العالمية للمبرمجين خلينا نقول لديه عندهم ترتوبية مثلا فريش جونيور ميد ليفل سينيور طبعا هون نسا عندك مثلا ممكن تيم ليد إلى آخرين وطبعا في عندك أنت مراحل هلأ قد أنت عندك كل مشروع كل مشروع بل تقول أنه هل الشخص هذا قادر أنه يدير هذا المشروع إلا مين هو قادر يديره يدير المهام تابعه يقدر يشتغل كامل المهام تابعه فيه مشاريع ضمن حد معين المتدربين أكيد بيتشغله فيها لكن هو الهدف العام السيستم العام أنه هل المتدرب هذا لو دخل الشركي يستطيع العمل ضمن الفريق ضمن المهام التي تتوكل لأله إلا ما هو قادر يقوم في أداء هذه المهام الحمد لله رب العالمين يعني غالب المتدربين بيقدر يقوموا في عمل المهام بكفاءة جيدة خلينا نقول بعض المتدربين ممكن يعينوا أحيانا بعض المشكلة لكن الحمد لله لما عم يدخل الشخص عمل إلى آخرية عم يحاول يطور من نفسه لأنه ما بيقدر أنه ما يتم يطور من نفسه وفيه شركات أنا شفت فكرة كتير حلوة لو حتى بعد ما يدخل ضمن الشركة بتقولوا أنت ملزم كل فترة تهدار كورس تعمل كذا إلى آخرية فهو عم يتطور مهارات أما لما نقول مثلا مشروع هل لقى أنت عندك مثلا الفيسبوك هو عند أخير تطبيق ويب نحن عم نشوف تطبيق ويب بس هو تطبيق عملاق لأنه ما عم يشتغل شخص أو شخصين أو إلى آخرية ولا عم يكون حتى له مخطط أو مخططين أو تت مخططين إلى آخرية فحتى عندك مرحلة معينة يسمونه سبتوير أركبتكشار مع مرن النظام إلى آخرية فأنت لما يأتيك مشروع بدأك شوف المستوى تبعه أنه هل مثلا الشخص هذا بيقدر يشتغله أو ما بيقدر يشتغله إلى آخرية أما عملية أنه ضمن الشركة فأني عم يقدر الحمد لله ربعين ما عم تمشي أمور هون في نقطة هون مهمة جدا وأنا لاحظت أنه طلاب مشروع لألف مبرمج في المشاريع التخرج يشغل مشاريعهم بكفاءة كثير ممتازة الحمد لله ربعين في كل الجامعات لأنا شفتها شكرا لك أستاذ عبد المهيمن نصيحة أخيرة تودأت وجهها للطلاب يعني وعذرا لضيق الوقت هلأ النصيح هي كثيرة يعني ممكن يعني خليونا نقول ممكن ما تسهل حلقة قد تقدم الطلاب نصيح لكن أنا عندي ممكن نصيحتين عطول بذكرها للطلاب أول نصيحة الطالب علي يهتم في أساسيات البرمجة الخوارزميات هدول مفاهيم الأساسية حتى القواعد البيانات بالإضافة لما بابد الأساسية في الشبكات هدول النقاط لازم الطالب يهتم فيها لكن بالتوازمها مثل ما ذكر الأستاذ أنه لازم يكون فيه اهتمام بموضوع اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية هي نقطة كثير مهمة الطالب وأهم منه كله هو التعلم الزيادة المشروع والجامعة وكذا ما رح تعطيك كل شيء أنت بالنهاية أنت لازم تكون اعتمادك أيضا على نفسك نعم شكرا لك أستاذ عبد المهيمين أستاذ عبدالله نصيحة أيضا لأطلاب تكملة لكلام الأستاذ عبد المهيمين يعني نصيحة للطلاب أنه هنا دائما يواكب التطور لحاصلين تحديدا مجال البرمجة أو مجال التصميم والبرمجة والتكنولوجيا هو يعني بتحديث دائم وتحديث متسلسل فيجب على الطالب أن يكون متمكن بالأساسيات الإنجليزية والمراجع الموجودة في الإنترنت أغلب المراجع تكون باللغة الإنجليزية فلازم الشخص يظل متابع ويظل مواكب التطورات حتى يقدر يحصل على فرصته المناسبة والفرصة التي تليغ فيه نعم ع شاء الله شكرا لكم نأمل أن نرى في المناطق المحررة تفوق في مجالات البرمجة وهي المجالات المستقبلية كل شكر لكم ضيوفي على أعزاء الأستاذ عبد المهيمين الإسماعيل مدير البرنامج التدريبي في مشروع الألف مبرمج كنت ضيفنا في أستوديو شكرا لك والشكر أيضا للأستاذ عبد الله الحايق منسق المشاريع في مؤسس التعليم بلا حدود ميداد أيضا كنت ضيفنا في هذه الحلقة كل الشكر لكم والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة والاستماع وإلى حلقة جديدة نلقاكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة